مادة القواعد الأمنية ايه المواصفات والمؤهلات اللي لازم يتوفر في فرض الأمن ولازم ايه التجهيزات الواجب طبعا في الأسوار والبوابات والمداخل الخاصة بالفندق لتحقيق التأمين الكافي للنزلاء والمترددين والعاملين في الفندق تعالوا نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ المادة ونشوف أول جزء في المادة هيقول لي اين النهاردة أول الفصل الأول بيتكلم عن أهمية العمل الأمني في الفندق طيب تعالوا نشوف ايه أهمية العمل الأمني في الفندق تخيل انت لو في بلد فيها نشاط إرهابي أو فيها اي أعمال الشغب أو مظاهرات تفتكروا في حد منه هيروح يقضي مثلا فيها وقت يقضي وقت كويس يقضي وقت يتمتع فيه هو وأسرته طبعا أكيد لا الفرد بيروح المكان اللي بيكون فيه بيشعر فيه بالأمن والأمان والاستقرار والطمأنينة على نفسه وعلى أفراد أسرته طيب تعالوا نشوف تأثير الخطر الناتج على النشاط الإرهابي على المنشآت السياحية وتأثيره مباشر على اقتصاد الدولة احنا عارفين ان السياحة مصدر مهم من مصادر الدخل قومي بالنسبة للدولة طيب لو الدولة لقدر الله فيها نشاط إرهابي تفتكروا هيأثر على المنشآت السياحية وتأثيره المباشر على اقتصاد الدولة هيكون ازاي طبعا لما بيكون فيها نشاط إرهابي بتعمل على تدمير المنشآت السياحية والفندقية الموجودة في الدولة كمان بتأثر على السياحة لأن الفرد بيشعر به الخوف من المنطقة اللي فيها نشاط إرهابي وبالتالي مش هيجي قضي فيها وقت ولا هيعمل فيها سياحة فبالتالي هيقل حجم تدفق السياحي للدولة ثالث حاجة اتجاه أصحاب رؤوس الأموال لاستثمرها في دولة أخرى من صاحب رأس المال يجي يستثمر فلوسه أو يقيم مشروعات سياحية في دولة فيها إرهاب ما هي طالما فيها هو هيقيم المشروعات بتاعته وطالما الدولة فيها إرهاب هتدمر له المنشآت والمشروع اللي هو بناء فبالتالي هيقدي طبعا لهروب أصحاب رؤوس الأموال لاستثمرها في دولة فيها أمن وآمان يبقى لكنا من التكلم عن تأثير نشاط الإرهابي على المنشآت السياحية والفندقية وتأثيرها المباشر على اقتصاد الدولة قلنا طبعا النشاط الإرهابي بيدمر المنشآت السياحية والفندقية في الدولة بيقلل طبعا بأثر على السياحة فبالتالي بيقلل حجم التدفق السياحي للدولة اللي فيها نشاط إرهابي وكمان هروب أصحاب رؤوس الأمن والأموال لاستثمار فلسهم في دولة فيها أمن وأميد طيب تعالوا نشوف أهمية العمل الأمني في المجال الفندوقي والسياحي العمل الأمني بقى إيه أهميته عندي في المجال الفندوقي والسياحي لما يكون عندي أمن إيه بقى المهم بأهميته إيه بالنسبة لي الحفاظ على المنشآت السياحية والفندقية كمشروع اقتصادي مش تأمين النزلاء والمتوجدين عندي فيه الفندوق تأمين والحفاظ على سلامة العاملين اللي شغالين عندي في الفنادق لو أنا شغالة في فندوق أو شغالة في مشروع سياحي أنا رايح أشتغل علشان أكون حسب الأمان رايح أشتغل علشان مرجعش مثلا لقدر الله متعورة أو حد حاصله حاجة سيئة علشان فيه مفيش أمن يبقى هو طبعا بتحافظ لي على سلامة العاملين في المنشآت السياحية بتأثر كمان على زيادة التدفق السياحي للدولة لنتيجة شعورهم بالأمن والاستقرار طيب لما زيادة التدفق السياحي يبقى أنا عندي السياحة كتير وعندي سائحين جايين يقضوا وقت ممتع في الدولة بتاعتي يبقى إيه لا يحصل زيادة الدخل القومي كمان هتزود هتكذب أصحاب رؤوس الأموال لاستثمار أموالهم هنا وإقامة مشروعاتهم في الدولة بتاعتي تالت حاجة كمان بتشجع السياحة الداخلية أنا كوحدة صاحبة البلد أو مواطنة مصرية أنا كل مشعور بيه الأمن والأمان هاخد أسرتي واروح أقضي الأجازة بتاعتي أروح أقضي ويك اند في أي جزء طالما فيه أمن وأمان في الدولة ربنا يحمي مصر ودائما تكون في أمن وأمان كمان إيه هي أهمية العمل الأمني الإقبال على إنشاء المشروعات السياحية وبالتالي بتزود فرص عمل يبقى أنا كنت بتكلم عن أهمية العمل الأمني إيه أهمية العمل الأمني الحفاظ على المنشآت السياحية والفندقية كمشروع اقتصادي الحفاظ على سلامة النزلاء والمتوجدين بداخل الفندق عندي الحفاظ على سلامة العاملين اللي بيشتغلوا عندي في الفندق جذب رؤوس أصحاب رؤوس الأموال الأجنبية لاستثمار أموالهم هنا في الدولة الخاصة بي وإقامة المشروعات بتزود الدخل إقامة نتيجة زيادة التدفق السياحي إلى مصر كمان بتشجع السياحة الداخلية وكمان بتتيح الفرصة لإقامة المشروعات السياحية وبالتالي بتزود الدخل القومي وإداحة فرص عمل للشباب هننتقل لنقطة أخرى وهي تعريف الأمن تعريف الأمن لما نكنا عرف الأمن إيه هو تعريف الأمن؟ هيقول لي إيه؟ هو مجموعة من الإجراءات اللي بتنظمها القوانين والتعليمات يبقى هي مجموعة من الإجراءات بتنظمها القوانين والتعليمات بتوضح للفرد ما هو ما يجب أن هو يعمله وإيه اللي مسموح بي وإيه اللي مش مسموح بي يبقى أنا دلوقتي لما يجي يقول لي عرف الأمن عرف الأمن هقوله إيه؟ هو مجموعة من الإجراءات اللي بتنظمها القوانين والتعليمات بتوضح للفرد ما يجب أن يعمل به وما هو غير مسموح بي بتوضح لي إيه اللي مسموح بي وإيه اللي مش مسموح إيه بي ماشي يبقى تلأمن هو مجموعة من الإجراءات بتنظمها القوانين والتعليمات وضح للفرد إيه اللي مسموح أن أنا أعمله وإيه اللي مش مسموح أن أنا إيه أعمله طيب ننتقل لنقطة أخرى وهي كيف يتم تطبيق الأمن إزاي الأمن عندي في الفندق بيتطبق الأمن بيتطبق عندي في الفندق عن طريق مدير الأمن ومساعد بتاعه والمساعدين بتاعه وكمان أفراد الأمن يبقى بالأمن بيتطبق عن طريق مدير الأمن والمساعدي وأفراد الأمن طيب تمام لازم كمان هناك تنسيق وتعاون أمني مستمر ما بين مدير الأمن في الفندق عندي وبين الأجهزة الأمنية بالدولة أنا عندي في الأجهزة الأمنية بالدولة اللي هو شرطة السياحة والمناطق الأسرية ودي مسؤولة عن تأمين الفنادق وتأمين المشروعات السياحية فلازم دايما يكون فيه تنسيق وتعاون مستمر ما بين مدير أمن الفندق وبين الأجهزة الأمنية في الدولة علشان تشترك في التأمين وخاصة لما يكون عندي شخصية مهمة جاية عندي في الفندق أو بتقييم عندي في الفندق أو إنعقاد مؤتمر أو اجتماع هامي يبقى لازم فيه تنسيق مستمر ما بين مدير أمن الفندق وبين الأجهزة الأمنية بالفندق طيب الأمن في الفندق بيتطبق إزاي؟ الأمن في الفندق بيتطبق بطريقتين؟ بطريقة مباشرة أو بصورة مباشرة وبصورة غير مباشرة طيب الإجراءات الأمن هتتطبق بصورة مباشرة إزاي؟ بصورة مباشرة عن طريق مدير الأمن وأفراد الأمن ودول بيكونوا عناصر متخصصة ومدربة على إزاي يتطبقوا الأمن وإزاي يتعاملوا مع الوسائل المتاحة عندهم لتأمين المنشأة يبقى عناصر يبقى تتبق الأمن بصورة مباشرة بصورة مباشرة ازاي عن طريق مدير الأمن وعن طريق أفراد الأمن وأفراد الأمن ومدير الأمن بيكونوا هم عبارة عن عناصر متخصصة في تأمين المنشقة ومدربين ازاي يتعاملوا على الوسائل المتاحة لتأمين المنشقة طيب الأمن هيتطبق بطريقة غير مباشرة الأمن هيتطبق ازاي بطريقة غير مباشرة عن طريق جميع العاملين اللي موجودين في الفندق طب جميع العاملين الموجودين عندي في الفندق هيتطبقوا الأمن؟ آه هيتطبقوا الأمن طب هيتطبقوا الأمن إزاي؟ هم مش متخصصين في الأمن ومش مدربين على تطبيق الأمن جميع العاملين في الفندق يعني مثلا أنا عندي مشرف الغرف ومشرف الأدوار دول أكتر احتكاكا بالأدوار اللي موجودة فيها الغرف النزلاء وأكتر احتكاكا بغرف النزلاء هل ينفع مدير الأمن ينفع يخش للنزيل يقوله أنا فتش قطة بدون أي سبب؟ لا طبعاً ده الغرفة دي بتعتبر شقة خاصة للنزيل وحاجة خاصة للنزيل ما يقدرش حد يخشها بدون استئذانه طيب مين أكتر ناس محتكة بالغرف مش ريف الغرف مش هما الهاوسكيبنج مش هما اللي بيدخلوا القود وينضفوها طب لو لحظوا أي حاجة غريبة أو شافوا أو سموا أي حاجة مشكوك فيها مش هما اللي هيبلغوا مدير الأمن طيب يبقى لازم بتطبق الأمن بصورة غير مباشرة عن طريق جميع العاملين بالفندق ولازم مدير الأمن كل فترة بيعمل لهم اجتماع ولازم أنه هو يوجد علاقة طيبة ومستمرة ما بين إدارة الأمن وما بين جميع الإدارات بالفندق وبيعمل لهم تلقين أمني مستمر لرفع الوعي الأمني لديهم ويعرفهم إزاي يتعرفوا يتعاملوا مع المواقف الطريقة وأنا كنت بتكلم أو تكلمت لغاية دلوقتي عن تأثير النشاط الإرهابي على المنشآت السياحية والفندقية وتأثيرها المباشرة على اقتصاد الدولة وده سؤال مهم جامد وبييجي في الامتحان كتير واتكلمت عن أهمية العمل الأمني وده عكسه لأن ما بيكون فيه إرهاب هتدمر لي المنشآت السياحية هتخلي أصحاب رؤوس الأموال يهربوا وما يستثمروش فلسهم هنا في الدولة بتاعتي هتأثر على حجم التدفق السياحي للدولة أهمية العمل الأمني على العكس بتاعه هحافظ على المنشآت السياحية والفندقية بتاعتي هحافظ على سلامة النزلاء والمتواجدين داخل المنشآت الفندقية هحافظ على سلامة العاملين هتزيد طبعا السياحة وحجم التدفق السياحي للدولة هتالي هزود الدخل القومي هجزب أصحاب رؤوس الأموال لإستثمار أموالهم هنا في الدولة بتاعتي كمان هزوج شجع السياحة الداخلية هزود الدخل القومي وهيقيم مشروعات سياحية جديدة وهزود فرص عمل للشباب طيب اتكلمت كمان بعد كده عن تعريف الأمن وقلت هو الإجراءات اللي بتحددها أو بتنظمها القوانين والتعليمات اللي بتوضح للفرد إيه اللي مسموح إنه هو يعمله وإيه اللي مش مسموح إنه هو يعمله اتكلمت على إزاي بتطبق الأمن وقلنا اللي الأمن بتطبق عن طريق مدير الأمن ومساعدية وأفراد الأمن وقلنا اللي لازم يكون فيه تنسيق مستمر ما بين مدير الأمن في المنشأة الفندقية وما بين الأجهزة الأمنية في الدولة لتأمين اللي هي بتساعد فيه التأمين خاصة لما يكون عندي شخصية هامة أو عندي تمر منعقد كمان بتطبق الأمن إزاي بتطبق الأمن بصورة مباشرة وبصورة غير مباشرة بصورة مباشرة عن طريق عناصر الأمن اللي هم موخط قصصين ومدربين على استخدام الوسائل المتاحة لديهم وهي كمان بتطبق الأمن بطريقة غير مباشرة عن طريق جميع العاملين الموجودين في الفندق تعالوا ننتقل لنقطة جديدة في مادتنا النهاردة وهي مادة القواعد الأمنية تعالوا نشوف النقطة الجديدة هتسألني هتقول لي إيه بتقول لي المهمة الأساسية لإدارة الأمن في أي عمل بالنسبة للأفراد أو القوة البشرية هي إيه المهمة الأساسية لإدارة الأمن؟ إدارة الأمن مهمتها إيه؟ أول حاجة هي بتختار أعضاء الفريق اللي هم مسؤولين عن الأمن وبعدين بتصمم لهم المهام اللي هتسند إليهم لكل فرض بقى أنا هختار أعضاء الفريق طبعا أنا هعمل لهم انترفيو هعمل لهم تدريب وابدأ أشوف المهارات بتاعتهم إيه؟ وابدأ أصمم المهارات اللي أنا هسندها لكل واحد طبعا أنا هسندها لكل واحد كده إيه؟ بيلت؟ لا طبعا ده أنا هسندها لكل واحد لأما عملت له انترفيو بعدين عملت له تدريب عرفت مهارة كل واحد وكل واحد شاطر في الحتة معينة بدأت أسند له المهام اللي هو هيقدر يديني فيها أكتر حاجة وأحسن حاجة طيب بعد كده بعد ما ببدأ أن أنا أسند لهم الأشغال بتاعتهم أو المهام بتاعتهم ببدأ أن أنا أقيص وأتابع الأداء بتاعتهم أشوف هل هم بيشتغلوا بينفزوا التعليمات بطريقة صحيحة ولا غلط ببدأ أعمل لهم تدريب وتنمية للعنصر البشري وببدأ أن أنا أعمل تحفيز ومكافئة المتميز لازم طبعا أن أنا في مجال الأمن وفي كل المجالات أن أنا أكافئ المكتهد وأجازي المقصر علشان المكتهد ما يحسش أنه بيشتغل وزي وزي المقصر ما فيش أي حافز بينزله ما فيش أي تشجيع ما فيش أي مكافئة يبقى أنا لازم أعمل تحفيز ومكافئة للمتميزين ننتقل للنقطة الأخرى وهي الفصل الثالث إيه المواصفات والخصائص الواجد توفرها في عنصر الأمن إيه المواصفات والخصائص اللي لازم تتوفر في عنصر الأمن عنصر الأمن دوت لازم يكون عنده مؤهلات بتؤهله أنه هو يشتغل في عنصر الأمن طيب يشتغل كفرد أمن طيب إيه هي المؤهلات أو المواصفات اللي لازم تتوفر في عنصر الأمن عندي تلات مؤهلات مؤهلات شخصية مؤهلات اتصالية ومؤهلات ادارية او وظيفية المواصفات او المؤهلات بتنقسم لتلات جوانب ايه هما المؤهلات الشخصية المؤهلات الاتصالية المؤهلات الادارية او الوظيفية تعالوا نشوف كده اول مؤهل من عندي وهو المؤهلات الشخصية دي بتتكلم عن ايه وعبارة عن ايه المؤهلات الشخصية هم 8 حاجات لازم يتوفروا في عنصر الأمن أو في فرد الأمن علشان يكون فرد أمن ناجح بيأذي مهامه بشكل جيد وبشكل سليم طيب ايه هي المؤهلات الشخصية؟ في الامتحان لو جاءوا سألني وقال لي أتكلم عن المؤهلات الشخصية اللي لازم تتوفر في عنصر الأمن يبقى أنا هكتب له 8 مع الشرح لو هو قال لي مثلا ذكر لي كذا نقطة من المؤهلات الشخصية وقال لي تكلم عن دول يبقى أنا هتكلم عن النقاط اللي هو هيحدده لي والمؤهلات الشخصية أو المؤهلات والمخصائص اللي لازم توفرها في عنصر الأمن دي برضك من النقاط المهمة اللي لازم يجي عليها سؤال في الامتحان طيب احنا هنتكلم على أول حاجة عن المؤهلات الشخصية احنا قلنا اتفقنا أن المؤهلات الشخصية 8 مؤهلات تعالوا نشوف أول نقطة فيها وهي الإحساس العام يعني إيه الإحساس العام؟ يعني إيه فرض الأمن؟ لازم يتوافر عنده الإحساس العام يعني إيه كلمة الإحساس العام؟ هي القدرة على الشعور بالتوافق مع الغير هو عنده شعور بالتوافق مع الغير هو عارف إمتى يتكلم؟ إمتى يسكت؟ إمتى يسمع؟ إمتى يوجه إيه أسئلة؟ وإمتى تكون الظروف المناسبة عنده للدفاع يعني أنا مثلا الوقت ده مش مناسب عندي إن أنا أرد أو إن أنا دافع عن نفسي أستنى لغاية ما الوقت يكون مؤهل بالنسبة لي وأبدأ أدافع على النفسي علشان ما تحصلش زلة لسان من فرض الأمن ممكن تدخلنا في أخطار كتيرة أو أخطاء كبيرة وأنا الإحساس العام هي القدرة على الشعور بالتوافق مع الغير هو يعني ما عندهش عزلة أو ما عندهش شخص طوائي لا ده هو قادر أنه هو يتوافق مع الغير عارف إمتى يتكلم إمتى هيسكت إمتى هيدافع عن نفسه الظروف دلوقت مهيئة إن أنا أتكلم ولا لأ ولا مش مهيئة تمام؟ يبقى دي الإحساس العام بعد كده حب الاستطلاع يعني إيه حب الاستطلاع؟ حب الاستطلاع وهي معناها الرغبة المستمرة في معرفة الحقائق الرغبة المستمرة في معرفة الحقائق علشان يكون قادر على تفسير الأحداث اللي بتدور حواليه يعني إيه حب الاستطلاع؟ يعني أنا مثلا حد جاي بيحكي لي حكاية أو بيحكي لي مشكلة تمام؟ أنا يكون عندي حب الاستطلاع إن أنا أعرف إيه اللي حصل بالضبط في الموضوع دوت علشان أقدر إن أنا أفسر الموضوع ما أنا كل واحد بيحكي الحكاية من وجهة نظره فكل واحد زي ما اتفقنا إحنا مش بنتطلع نفسنا غلطانين طيب أنا دلوقتي لما حد يجي يحكي الحكاية أبدأ إن أنا أسأله طب مين اللي قال الكلام دوت؟ طب يتقال إمتى؟ طب مين اللي بدأ؟ طب رد عليك قالك إيه؟ طب إنت ردت قلت له إيه؟ أنا كده عندي حب الاستطلاع إن أنا أعرف كل الحكاية أو كل اللي ضار في الحكاية عشان أن أنا أقدر أفسر إيه الأحداث مين اللي غلطان أو إيه اللي حصل بالضبط عشان أقدر إن ناخد القرار المناسب يبقى ده حب الاستطلاع وهي الرغبة المستمرة في معرفة الحقائق عشان أن نقدر إن أنا أفسر إيه الأحداث وأنا كده اتكلمت عن الإحساس العام واتكلمت عن حب الإيه؟ الاستطلاع تعالوا ننتقل للنقطة الثالثة من المؤهلات الشخصية وإحنا اتفقنا أن هم الثمن نقاط النقطة الثالثة وهي الموضوعية يعني إيه الموضوعية؟ الموضوعية هي القدرة على النظر إلى الأمور نظرة مجردة نظرة مجردة وعدم التحيز لأي فريق إحنا بني أدنين كلنا عندنا شعور إنساني فأنا ممكن أكون أنا بحب حد أو بميل لحد عن الشخص الآخر طيب لو اتنين وقفوا قدامي واللي اتنين في مشكلة ما بينهم تمام؟ بس أنا بميل لشخص أو مش بميل للشخص التاني طب أعمل إيه؟ أتحيز للشخص اللي أنا بميله؟ أو مثلا لو مثلا أنا عندي اتنين من الولاد أو شباء ولدين في المدرسة مثلا عام حصل ما بينهم مشكلة أنا مثلا بعز طالب عن طالب أو بحيث إن الطالب دوت مثلا مكتهد عن الطالب التاني طيب لما يجوا يتحصل مشكلة ما بينهم أتحيز للشخص اللي أنا شايفة إنه هو كويس لا على فكرة ممكن إنه هو يكون غلطان في الموقف ده فالموضوعية وهي بمعناها القدرة على النظر إلى الأمور نظرة مجردة ما تحيز الحد ضد حد لا ده أنا أقعد وأسمع الموضوع واشوف إيه اللي حصل واشوف مين اللي غلطان وابدأ أحكم بالإيه؟ بالعادل أخرج الشعور الإنساني أو الأهواء الإنسانية من حكمي على الموضوع وابدأ أشوف إيه اللي حصل في الموضوع وابدأ إنه أنا أحكم حكم عادل بقى دي الموضوعية القدرة على النظر إلى الأمور نظرة مجردة دون اتحيز لطرف ضد الطرف الإيه؟ الآخر طيب دقة الملاحظة يعني إيه دقة الملاحظة؟ فرض الأمن لازم تتوفر عنده دقة الملاحظة يعني إيه دقة الملاحظة؟ هي المشاهدة الدقيقة للزوهر مشاهدة الدقيقة للزوهر وهي اللي بتجمع ما بين استخدام العقل والحواس يعني إيه دقة الملاحظة بمعناها إن أنا ممكن أكون قعدة تقطة خالص ما بتكلمش ما بتدخلش في الموضوع اللي دير قدامي بس أنا ببص بص أنا منركزة معهم ببص بالحواس بتاعتي بعيني وبسمع بوديني وبشغل عقلي يبقى أنا كده عاملة دقة ملاحظة أنا شايفة كل اللي بيدور أنا ما اشتركتش في الموضوع بس أنا قعدة في الموضوع مشغلة الحواس بتاعتي والعقل بتاعي أنا كده بشوف مين اللي غلطات ومين اللي مش غلطان أو إيه الموقف داري إزاي بالزبط أوله وأخره علشان إن أنا لما أجي أشترك في الموضوع أبقى فهم كل الأحداث اللي دارت حوالي يبقى دقة الملاحظة دي المشاهدة الدقيقة للزوهر ودي اللي بتجمع إن أنا أستخدم الحواس والعقل بتاعي أنا كده اتكلمت عن أربع نقاط من المؤهلات الشخصية تعالوا نفتكرهم مع بعض اتكلمت عن الإحساس العام اتكلمت عن حب الاستطلاع اتكلمت عن الموضوعية واتكلمت عن دقة الملاحظة تعالوا ننتقل للنقطة الخامسة في المؤهلات الشخصية وهي التذكر يعني إيه التذكر وهي استرجاع الصورة الزهنية البصرية والسماعية التي مرت بيه كخبرة سابقة يعني إيه الكلام دو معنى إن أنا هل الفرد بيمر عليه تجارب وخبرات سابقة كل ما الفرد بيكبر كل ما بتمر عليه خبرات في السنوات العمر اللي هو بياشا طب أنا لو مرت علي دلوقتي مثلا خبرة مرت علي وأنا صغيرة موضوع هل أنا هتصرف فيه زي ما هيمر علي دلوقتي لا طبعا ليه بحكم السنين اللي أنا عاشتها بحكم العمر اللي مر علي بحكم الخبرة اللي أنا تعلمتها في الحياة هقدر إن أنا أحكم على الموقف دلوقتي بصورة أفضل من الموقف ما مر علي إيه زمان طيب أنا أول ما يحصل موضوع مشابه لموضوع حصلي زمان أبدأ أعمل إيه أبدأ أتذكر الموضوع اللي حصل معايا قبل كده وأنا اتصرفت فيه إزاي وأبدأ بقى أشغل خبرتي والوقت اللي مر علي في إن أنا أحل الموضوع بطريقة أفضل من المرة اللي إيه اللي فاتت يبقى أتذكر إن أنا بتذكر أو بسترجع الصورة الزهنية اللي مرت بي قبل كده ودي بتكون الخبرة بفتكر الخبرة الصابقة اللي مرت علي طيب إيه دي قيادة النقطة ستة وهي القيادة القيادة يعني إيه القيادة هي تفاعل اجتماعي بيحدث ما بين فرد و جماعة يبقى هي تفاعل تفاعل اجتماعي يحدث ما بين فرد و جماعة طب الفرد ده بيعمل إيه في الجماعة بينتج عنه تأثير الفرد في سلوك الجماعة بينتج عنه تأثير الفرد في سلوك الجماعة نحو تحقيق هدف معين يعني إيه القيادة؟ القائد الناجح ده الشخص اللي هو يقدر وهو بيتكلم يأثر فيه الجماعة اللي هو بيلقي عليها محضرة أو بيشرح لها هو بيأثر في تفكيرهم بيعمل إيه؟ إحنا عايزين نحق هدف معين زي مثلا أنا معاكم في الفصل بنعمل إيه؟ أنا المدرسة بتاعتكم وإنتوا الطلبة اللي عندي في الفصل ببدأ إن أنا أعمل إيه؟ لازم إن أنا أبدأ إن أنا أشرح الدرس بطريقة كويسة بيستخدم كلماتي وألفاظي بطريقة جيدة علشان إن أنا أأثر فيه سلوك الشباب اللي عمعي في الفصل علشان نحقق الهدف بتاعنا اللي إحنا عايزين نحققه طب إحنا هدفي إيه؟ هدفي إن أنا أشرح الدرس بتاعي بطريقة جيدة بحيث إن الطلبة تخرج من الحصة عندي فهم الدرس كويس جدا طب إيه الهدف بتاعنا بقى كلنا إن الطلبة تنجح وتجيب مجموع وتخش أحسن إيه؟ كليات يبقى هي القيادة هو تأثير فرد مع جماعة بينتج عنه تأثير الفرد ده في سلوك الجماعة علشان يحققوا هدف إيه؟ معايد يبقى أنا كده اتكلمت عن ست نقاط من المؤهلات الشخصية تعالوا نفتكرها مع بعض إيه هم ست نقاط الإحساس العام حب الاستطلاع التذكر دقة الملاحظة إيه؟ القيادة في إيه تاني اللي هي الموضوعية الموضوعية خلاص ننتقل لنقطة أخرى وهي الكياسة والإتزام الكياسة والإتزام وده بيتوقف على مدى تأثيرهم في تفكير الآخرين مدى تأثير الشخص في تفكير الآخرين طبع عشان أأثر في تفكير الآخرين أعمل إيه؟ يبقى لازم تدقة في انتقاء الألفاظ والكلمات وأسلوب التحدث نفسه أسلوب الكلام أسلوب الكلام أنا لما أكون علشان أأثر في أشخاص قدامي لازم أبقى عارفة كل كلمة خارجة بتقول إيه؟ كل أختار ألفاظ معينة تقدر تأثر في الناس اللي قدامي وأسلوب الكلام كمان طريقة الكلام هي بتأثر عندي في الأشخاص اللي هي بتكون أميمة أنا لما أكون بتكلم بطريقة مثلا كويسة وبطريقة طيبة هتلاقي الناس بتبدأ تسمع كلامي لكن أنا لو أنا جفة أو غليظة طبعا كل الناس هتنفر مني ومش هتحدش هيقدر يبدأ إن هو يسمع لإيه؟ الكلام أو يسمع النصايح اللي أنا بقولها لهم النقطة الأخيرة في المؤهلات الشخصية وهي الاهتمام بالآخرين إيه هي الاهتمام بالآخرين؟ وهي لازم عنصر الأمن يكون عنده شعور إن هو مهتم بالآخرين إن هو عنده الشعور بالحفاظ على الأشخاص والممتلكات وحب الغير مش فرض الأمن هو مسؤول عن سلامة النزلاء والمترددين وسلامة العاملين طيب فلازم يكون هو عنده الشعور ده وتمتولد جوه إن أنا شغلي أنا رايح علشان أحافظ على الإيه؟ على النزلاء اللي عندي نحافظ على العاملين وحافظ على ممتلكتهم ومن ضد أي أذى وضد أي إيه تخريب أنا كنت بتكلم عن المؤهلات الشخصية واتفقنا إن المؤهلات الشخصية تم النقاط وهي الإحساس العام حب الاستطلاع، الموضوعية، التذكر، دقة الملاحظة، القيادة، الكياسة والاتزان والاهتمام بالآخرين لو في الامتحان زي ما قلت قبل كده قالي المؤهلات الشخصية وسكت يبقى أنا هكتب له التمن إيه؟ مؤهلات لو هو سعاد بيجي في الامتحان يقول إيه من المؤهلات الشخصية التي تتوافر في عنصر الأمن الكياسة والاتزان، الاهتمام بالآخرين، التذكر إيه شح ذلك؟ يبقى أنا همسك الثلاث نقاط اللي هو تذكرهم لي في الامتحان وابدأ أشرحهم له إيه؟ كويس جدا تمام؟ يبقى أنا كنت بتكلم عن المؤهلات الشخصية إحنا اتفقنا إن عنصر الأمن لازم يتوافر في مجموع من المؤهلات قلنا المؤهلات الشخصية وشرحناها قلنا المؤهلات الاتصالية والمؤهلات الإدارية والوظيفية إحنا اتكلمنا عن المؤهلات الشخصية واتكلمنا عن الثمن نقاط بتاعتهم تعالوا ننتقل للمؤهلات الاتصالية التي يجب توفرها في عنصر الأمن المؤهلات الاتصالية يعني إيه المؤهلات الاتصالية؟ المؤهلات الاتصالية أول حاجة هي القدرة على القراءة المؤهلات الاتصالية معناها إن أنا أبقى عارفة إن أنا أتصل أو أعمل اتصال ما بيني وما بين الأشخاص اللي موجودين في الفندوق وما بيني وما بين الإدارات المختلفة في الفندوق هل إدارة الأمن بتمشي لوحدها بتشتغل مع نفسها كده ما بتشتغلش مع الإدارات الأخرى؟ لا طبعا لازم إحنا اتفقنا إن كل إدارات الفندوق عاملة زي التروز بتاعة المكنة بتكمل بعدها الفندوق ما ينفعش يشتغل وكل إدارة شغل لوحدها لا على حدة لا لازم كل الإدارات بتكمل إيه بعدها فلازم يكون فرد الأمن عنده مهارات اتصالية علشان يقدر أن هو يتواصل مع الإدارات الأخرى في الفندوق ويقدر أن هو يتواصل مع النزلاء والإيه الموجودين في الفندوق طيب أول حاجة من المؤهلات الاتصالية وهي القدرة على القراءة يعني إيه القدرة على القراءة؟ لازم طبعا يكون هو بيعرف لغة عربية كويس جدا وبيعرف لغة إنجليزية لأن أنت في الفندوق بتتعامل مع سائحين السائحين طبعا بيتكلموا لغات أبنبية فلازم على أقل يكون عارف اللغة العربية بتاعت بلدنا وعارف لغة الإيه الإنجليزية لازم يبقى عارف اللغة الإنجليزية عارف يستخدم الكلمات بتاعتها بول عبارات بدقة علشان يقدر أنه هو يوصل المفهوم اللي هو عايز يوصله أو مثلا لو هو عايز ياخد مفهوم أو ياخد يعني اللي هي مثلا يقدر أنه هو يستخدم الكلمات بدقة علشان يقدر أنه هو يوصل المعلومة بتاعته أو أنه هو يستفيد من المعلومة أو يوصل للمعلومة اللي هو عايز يبقى دي القدرة على القراءة تانية نقطة وهي الاستماع يعني إيه الاستماع؟ أنت لازم يكون عندك يقظة تمة والقدرة على الاستماع يعني إيه؟ لازم تسمع كويس تسمع للكلام اللي بيتوجهلك لأن إنت لو بتتكلم بس مش بتسمع مش هتقدر أن إنت تتوجه الأسئلة الصحيحة وإنت بتتناقش مع الشخص اللي قدامك مش هتقدر أن إنت توضح له وجهة نظرك أو توصله وجهة إيه نظرك نظرك يبقى أنت لازم الاستماع هي اليقظة تمة للشخص اللي قدامك وهو بيتكلم علشان تقدر أن إنت توجه له إيه الأسئلة الصحيحة وإنت بتناقشه وعشان توصله وجهة نظرك أو المفهوم اللي أنت عايزت إيه توصله له وبقى أنا كده كنت بتكلم عن القدرة على القراءة والإيه الاستماع النقطة اللي بعد كده وهي الكتابة يعني إيه الكتابة؟ أنا وأنا بكتب لابن إيه للأفغار والمعلومات اللي أنا عايزة والأحداث اللي أنا عايزة وصلها للايه للشخص اللي قدامك فلازم يكون عندي القدرة على نقل الأفكار والمعلومات والأحداث والقدرة على الكتابة الواضحة يعني إيه القدرة على الكتابة الواضحة؟ يعني لما يجي أكتب أحداث حصلت أو أنا عايزة أكتب جواب أو أكتب مثلاً إيه لطر كده أو جواب للمدير بتاعي عايزة أحكيله كل اللي خصل في الوردية بتاعتي طيب هبدأ أعمل إيه؟ لازم يكون عندي قدرة على الكتابة الواضحة إن أنا أكتب أفكاري ومعلوماتي في صور نقاط محددة وبصورة مفهومة وتسلسل مفهوم بحيث إن لما الشخص اللي يجي يقرأ الموضوع اللي أنا كتبته أو الجواب اللي أنا كتبته هيبدأ يفهم أنا كنت عايزة أوصله إيه أو إننا اللي حصل كل وجهة نظري أو كل الأفكار اللي أنا كنت عايزة أو الأحداث اللي مرت علي في الوردية الخاصة بتاعتي طيب إيه تاني من المؤهلات الاتصالية؟ وهي التخاطب يعني إيه التخاطب؟ التخاطب وهي التحدث المنطقي في تسلسل مفهوم إن أنا أتكلم كلام منطقي وكلام واضح واستخدم عبارات وكلمات وألفاظ واضحة ودقيقة بحيث إن أنا أقدر أنقل الأفكار بتاعتي وأتكلم فيه تسلسل وفي ترتيب محدد ما جيبش كلمة من هنا وكلمة من هنا لأ ده أنا أبقى محددة أفكاري وأبدأ إن أنا أتكلم في تسلسل منطقي بحيث إن اللي قدامي وهو بيسمعي يبقى فاهم أنا بقول إيه ما يتوهش مني تمام؟ فلازم إن أنا أبكون عندي القدرة على التحدث المنطقي في تسلسل مفهوم عشان أنقل الإيه الأفكاري أنا كده كنت بتكلم على المؤهلات الاتصالية واتكلمت على أربع نقاط القدرة على القراءة الاستماع الكتابة والتخاطب تعالوا نشوف بقية المؤهلات الاتصالية وهي الحس الفني يعني إيه الحس الفني؟ عنصر الأمن أو فرض الأمن في الفندق بيتعامل مع وسائل كتيرة زي الإزاعة الداخلية النشرات المطبوعة اللوحات الإرشادية بيستخدم كمان وسائل إعلامية زي الدوائر التلفزيونية المغلقة فلازم فرض الأمن يكون عارف كل وسيلة من الوسائل دي بتستخدم إزاي؟ علشان يحقق الاستخدام الأمثل لكل وسيلة علشان يقدر أنه هو يحقق الهدف بتاعه ويقدر أنه هو يوضح أفقاره ويحافظ على ويقوم بعمله على أكفى وجه طيب النقطة الأخيرة من المؤهلات الاتصالية وهي الإلمام ببعض المعلومات يعني إيه الإلمام ببعض المعلومات؟ ودي لازم تتوفر فيه عناصر الأمن وخاصة الرؤساء الأمن زي مدير الأمن كده أنت في الفندق بتتعامل مع سائحين كتيرة السائحين دي من جنسيات مختلفة عندك عرب، عندك أجانب، في مصريين، ناس كتيرة كل جنسية لها عادات وتقاليد وكل شخص لأطباع مختلفة فلازم عناصر الأمن يكون بيدرس فيه علم الاجتماع والعلوم السلوكية وعلم النفس وعلوم الإدارة وعلوم الأمن علشان يقدر يتعامل مع الفروق الفردية أو العادات والتقاليد والطباعة المختلفة للأشخاص لازم يبقى دارس علم نفس وعلوم اجتماعية وعلوم السلوكية علشان كل واحد مننا إحنا مش كلنا زي بعض إحنا كلنا لنا طباعة مختلفة فيه فروق فردية ما بين الأشخاص كل واحد ليه رد فعل في الموقف ممكن يكون أنا ردي فعل به في الموقف ده بشكل معين شخص آخر يكون ردي فعله في نفس الموقف بطريقة أخرى فلازم أفراد الأمن وخاصة الرؤساء بيكونوا على دراية بعلم الاجتماع والعلوم السلوكية وعلم النفس وعلوم الإدارة وعلوم الأمن علشان يقدر أن هو يتعرف أو يقدر أن هو يتعامل مع الجنسيات المختلفة اللي بيتقابل معها في الفندوق أنا كنت بتكلم عن المؤهلات الاتصالية وقلنا المؤهلات الاتصالية هم ست مؤهلات وشرحناهم وهي القدرة على الكراءة التخاطب القدرة على الكتابة الاستماع الحس الفني والإلمام ببعض المعلومات هم ست نقاط أنا كنت بتكلم عن المؤهلات والمواصفات وما زلت بتكلم عن المؤهلات والمواصفات اللي لازم تتوافر في عنصر الأمن قلنا مؤهلات شخصية وقلنا هم 8 نقاط وقلت مؤهلات اتصالية وقلنا هم ست نقاط وشرحناهم بالإيه بالتفصيل تعالوا نشوف إيه هي المؤهلات والمواصفات الإدارية والوظيفية التي لازم تتوافر في عنصر الأمن المؤهلات الإدارية أو الوظيفية وأول حاجة منها وهي القدرة على الموجهة الصعاب المطولة القدرة على موجهة الصعاب المطولة يعني إيه لحتاج الفرض الأمن لصبر ومرونة وامتصاص رفض بعد النزلاء لتنفيذ التعليمات يعني مثلا أنا محددة الباب ده للدخول والباب ده للخروج هلاقي فيه ناس ده خلالي من باب الخروج وناس خارجة من باب الدخول طب أنا لازم أقول لهم إن الباب ده للدخول فقط ما هنفعش حد يخرج منه هتلاقي فيه ناس بترفض تنفيذ التعليمات فلازم فرض الأمن لازم يكون عنده مرونة وصبر ويمتص رفض بعض النزلاء لعدم تنفيذ التعليمات ومش هيرضوا ينفذوا التعليمات فأنا بطريقتي وبأسلوب اللبق والكياسة اللي عندي هبدأ أن أنا أقنحهم إن ممنوع إن الباب ده حد يخرج منه لأن الباب ده للدخول فقط بطريقتي وبأسلوبي الكويس وبالألفاظ اللي أنا هستخدمها وبالكلمات اللي أنا هستخدمها اللي لينة هيبدأ طبعا إن زيل هايلين معايا ويبدأ إن هو ينفذ التعليمات طيب النقطة لبعد كده القدرة على تحديد البدائل واختيار المناسب منها صنع القرار لازم أفراد الأمن وخاصة مزير الأمن بتطلب عنده مهارات إدارية إيه هي المهارات الإدارية المهارات الإدارية في وضع القرار عناصر الأمن مسؤولين عن تأمين المنشأة وتأمين النزلاء وتأمين العاملين وتأمين المنشأة ككل طيب هو لازم يكون عنده مهارات إدارية في صنع القرار واتخاذه في الوقت المناسب لقدر الله قام مثلا شغب في الفندق قام أي حد بيهاجم فيه مختطفين بيهاجموا عندي الفندق علشان يخطفوا مثلا أحد الشخصيات لقدر الله يبقى لازم عناصر الأمن يكون عندهم القدرة على صنع القرار اتخاذه في الوقت المناسب واختيار البدائل يكون حاطة بدائل علشان يقدر أنه هو ممكن يختار ما بين البدائل ليه على اختيار الأنسب تمام النقطة اللي بعد كده وهي القدرة على التعامل مع المفاهيم الإدارية المفاهيم الإدارية مع الدخول الأنظمة الحديثة في الفنادق ودخول علم الإدارة في الفنادق ووجب على قسم الأمن أو أفراد الأمن أنه هو بناء لغة مشتركة للتواصل اليومي مع العاملين في الإدارات المختلفة احنا اتفقنا لسه من شوية بقول أن إدارة الأمن جزء لا يتجزأ من الإدارات الموجودة في الفندق كل الإدارات بتاعة الفندق بتكمل بعضها البعض فلازم فيه علاقة قوية ومسينة ما بين إدارة الأمن والإدارات المختلفة في الفندق فلازم إدارة الأمن واجب عليها أن هي تبني لغة مشتركة للتواصل مع العاملين بالإدارات المختلفة في الفندق علشان يقدروا أن هما يتواصلوا مع بعض علشان يحققوا العمل بأكفأ وجزي يطلعوا به العمل وينهضوا باسم اللي وسمعت الفندق اللي عندي علشان كلنا بنكمل بعضنا في الإدارات المختلفة النقطة اللي بعد كده من المؤهلات الإدارية وهي النقطة الأخيرة القدرة على هيكلة العمل التنظيم القدرة على هيكلة العمل اللي هي التنظيم ولازم مدير الأمن أو الرؤساء الأمن لازم يكون عندهم مهارات إشرافية يعني إيه عندهم مهارات إشرافية إن هما يكون عارفين وظائف الأمن اللي عندهم في القصف يقدروا يوصفوا كل وظيفة ويبدأوا إن هما يختاروا المهارات المناسبة اللي مناسبة لكل وظيفة بمعنى إن أنا مثلا عندي وظائف معينة في قسم الأمن طيب وعندي الأفراد الأمن اللي عندي ببدأ أشوف كل وظيفة محتاجة مهارات منها قد إيه وابدأ أوزع عليهم عناصر أمن أو أفراد الأمن اللي عندي بما يتناسب مع مهاراتهم مع طبيعة الوظيفة اللي أنا عايزه أنه يشتغل فيها يعني الوظيفة الفلانية دي مثلا عايزة مهارة حد كفء فيها قوي فأكتر مين أكتر حد كفء عندي في أفراد الأمن اللي عندي وابدأ أن أنا أوزعه في الوظيفة دي علشان يحقق لي شغله بكفاءة عالية وقدر أنه هو يشتغل في الوظيفة دي بالشكل الأمثل يبقى أنا كده كنت بتكلم عن المؤهلات الإدارية تعالوا نفتكرهم كده مع بعض كانت إيه هي القدرة على مواجهة الصعاب والمطولة اللي هي اللي لازم يكون عنده صبر ومرونة وامتصاص رفض النوزلاء في عدم تنفيذ التعليمات لازم يكون عنده القدرة على هيكلة العمل التنظيم لازم كمان يكون عنده القدرة على التعامل مع المفاهيم الإدارية ولازم يكون عنده القدرة على تحديد البدائل واختيار المناسب منها وهي صنع القرار أنا كنت بتكلم عن المؤهلات الإدارية أو الوظيفية يبقى أنا كنت بتكلم عن إيه بقى من أول الحلقة اتكلمت عن تأثير النشاط الإرهابي وتأثيره على المنشآت السياحية والفندوقية وتأثيرها المباشرة على اقتصاد الدولة كنت بتكلم عن أهمية العمل الأمني في المنشآت السياحية والفندوقية وقلنا طبعا كل ما يكون عندي عمل أمني والأمن مستقر والدنيا تمام هتلاقي أن السياحة هتزيد هتلاقي زيادة الداخل القومي هحافظ على المنشآت السياحية والفندوقية هشجع السياحة الداخلية هنجزب رؤوس أصحاب رؤوس الأموال اللي هما يجوا يستثمروا أموالهم هنا في مصر هقيم المشروعات السياحية وقتاحت فرص العمل اتكلمت بعد كده عن تعريف الأمن وقلت هي مجموعة من الإجراءات اللي بتنظمها القوانين والتعليمات بتوضح للفرد إيه اللي مسموح أنه يعمله واللي مش مسموح أنه يعمله اتكلمت كمان عن إزاي بيطبق الأمن وقلنا اللي بيطبق الأمن ومدير الأمن ومساعدي ولازم يكون فيه تنسيق مستمر ما بين مدير الأمن والأجهزة الأمنية في الدولة كمان قلت إن الأمن بيتطبق بطريقة مباشرة وبطريقة غير مباشرة اتكلمت بعد كده عن المؤهلات والمواصفات اللي لازم تتوافر في عنصر الأمن وقلنا هي مؤهلات شخصية وقلنا مؤهلات اتصالية وقلنا مؤهلات إدارية ووظيفية واتكلمنا عن كل واحدة منهم بالتفصيل تعالوا ننتقل بعد كده للنقطة اللي بعد كده وهي أهم مشاكل العنصر البشري في مجال الأمن إيه أهم مشاكل العنصر البشري اللي بتوجهني في مجال الأمن نقصة أفراد المدربين اللازمين للعمل في مجال الأمن أنا ما عنديش أفراد كفاية مدربين ولازمين للعمل في مجال الأمن تاني حاجة عدم توفر العمالة الفنية الواعية اللي تستوعب معي التكنولوجية الحديثة ما يجيب أنا عندي نقص في الأفراد المدربين اللازمين يشغلوا عندي في مجال الأمن وكمان عدم توفر العمالة الفنية الواعية اللي ممكن تستوعب معي الوسائل التكنولوجية الحديثة اللي أنا بستخدمها في مجال الأمن عندي كمان عدم توفر الخبرة الكافية وقلنا أنه لازم يتوافر في عنصر الأمن خبرة خمس سنين على الأقل خبرة خمس سنين على الأقل كم زمان عنصر الأمن دايما بيخضوه من المؤهلات المتوسطة لكن دلوقتي بدأ أنهما يدخل المؤهلات العليا في مجال الأمن فلازم يتوافر فيهم طبعا خبرة ما تقلش عن خمس سنين يبقى أنا عندي أهم مشاكل عنصر البشر هي نقص عدد الأفراد المدربين اللازمين للعمل في مجال الأمن عدم توفر العمالة الفنية الوعية اللي بتستوعب معي التكنولوجيا الحديثة اللي أنا أستخدمها في التأمين المنشأة عندي كمان عدم توفر الخبرة الكافية وقلنا أن الخبرة ما تقلش عن خمس سنين على الأقل النقطة اللي بعد كده إيه اللي يجب الاهتمام به على تدريب عناصر الأمن هدرب عناصر الأمن اللي عندي على إيه؟ هدربهم على إيه؟ هدربهم على الطرق الصحيحة لتفتيش الحقائب والمركبات الطرق الصحيحة لتركيب الحقائب والمركبات إيه يا المركبات؟ السيارات تمام؟ طيب هدربهم على إيه كمان؟ هدربهم على استخدام وسائل الاتصال لتحقيق التبليغ هدربهم إزاي استخدام وسائل الاتصال عشان يحققوا لإيه التبليغ هدربهم إزاي إنهم يتصرفوا في المواقف الطريقة عنصر الأمن مش كل المواقف هتمر عليه بسلافة لا فيه مواقف طريقة بتمر عليه لازم يكون ياخد القرار في ساعتها ولازم ازاي ان هو يعرف يتصرف فيها بهدوء من غير ما يشعر بقية النزلاء ان فيه موقف حصل عنده في الفندق هدرب عن ناصر الامن على ايه كمان هدرب عن ناصر الامن على استخدام وصيانة الاسلحة ووسائل الاتصال هدربه على كمان وسائل مكافحة الحريق وعمليات الاخلاء هدربه لازم ان هو يكون متفهم وملم بتعليمات الامن هدربه على ايه كمان على اسلوب العدئيات المحتمل التعرض لها يبقى هو كده انا هدرب عن ناصر الامن على سبع حاجات هدربه ازاي ان هو يفتش الحقائب والمركبات ازاي استخدم وسائل الاتصال لتحقيق التبليغ ازاي يتصرف المواقف الطريقة هدربه كمان ان هو يستخدم ازاي ويعمل صيانة للأسلحة ووسائل الانذار اللي عنده هيلازم افهمه ويخليه ملم بتعليمات الامن هفهمه كمان او هدربه على عمليات مكافحة الحريق وعمليات الاخلاق وهدربه كمان على اسلوب العدئيات المحتمل التعرض اليها دي النقاط اللي انا لازم ان انا ادرب عليها عناصر الايه الامن النقطة اللي بعد كده والباب اللي بعد كده بيتكلم عن امن الفنادق والمنشآت السياحية ايه امن الفنادق والمنشآت السياحية؟ ازاي ان انا اعمل امن في الفنادق والمنشآت السياحية؟ يعني الفندق اللي عندي قدامي دوة مثلا انا طبعا لازم احقق فيه الامن والامين ازاي ان انا هحقق فيه او ايه اللي انا هعمله علشان ان انا احقق الامن للفندق؟ طبعا لما نيجي نظام التأمين عادة بيعمل في 3 محاور نظام التأمين في أي منشأة سواء فندقية أو غير فندقية بيعمل في ثلاث محاور بتختلف حجم كل منها وأولوية كل منها تبقى لطبيعة نوع المكان يعني أنا لو أنا هأمن مثلا المصنع هتبقى إيه اللي أولى أكتر من الحاجة الأخرى طيب لو أنا هأمن فندق هيبقى برضك المحور دوت أهم عندي من المحور دوت طب أنا عندي إيه المحاور بقى اللي بتمشي عليها نظام التأمين عندي ثلاث محاور وهي إيه وهي أمن المنشآت أمن المعلومات أمن الأفراد لو أنا مثلا هأمن مصنع يبقى أنا عندي تأمين المنشآة والآلات والأجهزة اللي عندي إيه دي أهم حاجة طب لو أنا هأمن فندق هيشتغل إزاي بقى التأمين هيتخذ تشغل الثلاث محاور مع بعض إزاي هأمن المنشآة يعني إيه هأمن المنشآة اللي عندي أنا عايزة أمن الفندق بما تحتويه من معدات وتكيزات وآلات هأمن طبعا أمن المعلومة أنا مش أنا عندي في الفندق النزلاء بيبقوا مضيني المعلومات بتاعتهم والجواز السفر ووصول الجواز السفر طبعا دي المعلومات مش لازم تخرج لأي حد ما ينفعش عميل أو نزيل يتعرف على المعلومات الخاصة بالنزيل الأخرى طب لو أنا عندي مؤتمر لو أنا عندي اجتماع في الفندق يبقى أنا ما ينفعش طبعا لأي المعلومات دي تخرج بره الفندق عندي لازم عمل لها تأمين طب أمن الأفراد طب مين الأفراد اللي أنا هنأمنهم في الفندق؟ النزلاء والمترددين والعملين عندي في الفندق يبقى أنا عندي نظام التأمين في الفندق بيمشي في ثلاث محاور أمن منشآت، أمن معلومات، وأمن أفراد طيب الفصل ده بيتكلم عن تأمين الموقع العام للفندق أو المنشآة السياحية طب تعالوا نعرف يعني إيه تعريف المنشآة؟ يعني إيه كلمة منشآة نعرفها يعني إيه؟ بمعنى المنشآة دي هي الأرض والمباني المقام عليها وما تحتوي من معدات وأصول وأفراد يبقى لما يجي في الامتحان ويقولك عرف المنشآة يعني إيه المنشآة؟ هي عبارة عن الأرض والمقام عليها الأرض والمباني المقام عليها طب المباني بتحتوي على إيه؟ بتحتوي على معدات وأصول وأفراد معدات وأصول وإيه؟ وأفراد طيب هناك علاقة ترضية ما بين مساحة الفندق وما بين حجم العمالة اللي موجودة في الأمن يعني إيه الكلام ده يعني إيه علاقة طردية علاقة طردية بمعنى إن مسحت الفندق كل ما بتزيد كل ما بزود حجم العمالة اللي عندي في الفندق كل ما مسحت الفندق بتقل كل ما حجم العمالة في الأمن إيه بتبدأ إن هي تقل علاقة طردية يعني وما ماشي مع بعض ده بيساوي ده كل ما مسحت الفندق بتزيد كل ما حجم العمالة اللي عندي في الفندق بإيه في الأمن في إيه بتزيد طيب هل كل الفنادق بتتبني شكل واحد؟ لا طبعا أنا عندي مثلا الفندق اللي هو في وسط البلد بيكون مبني بشكل رأسي يعني ايه مبني بشكل رأسي يعني أدوار فوق بعضها نظرا لارتفاع سعر الأرض في وسط البلد وكمان ما فيش طبعا الأماكن اللي هي تديك مساحك قفية ان انت تبني الفندق عندك على مساحة كبيرة فبيتبني بشكل رأسي يعني ايه بيتبني بشكل رأسي عبارة عن أدوار فوق بعضها الأول دور بيكون المدخل الرئيسي ومنطقة الاستقبال بعد المكاتب الإدارية بعد كده مثلا فوق المطعم بعد كده غرف النوم ممكن تلاقي فيه مطاعم فوق تانية في الحمام السباحة حتى بيكون في دور في الفندق علشان طبعا هو بيكون مبني بشكل رأسي وكمان طب مين بقى اللي بيهتم انه هو ينزل في الفنادق مين من النزلاء اللي بتواجد في الفنادق اللي فست البلد عادة رجال الأعمال وبتقيم فيه طبعا المؤتمرات والندوات اللي هي لازم بتكون قريبة من وسط المدينة لو خرجنا برا شوية حدود المدينة هنبدأ ان هتلاقي ان الدني الفندق عندي بيتوسع شوية لو احنا مثلا شفنا الفنادق اللي عند المطارات هتلاقي ان ارتفاعها مش عالي طبعا علشان هو جنب المطار علشان هبوط الطائرة ما تكونش ايه عالية طب مين يكونش الفنادق عالية طب مين النزلاء اللي هيكون متواجدين في فنادق المطارات عادة ركاب الترانزيت الناس اللي هي بتكون مثلا الطائرة هي جاية من مدينة ورايح المدينة والطائرة هتنزل في مصر اما تغيير ركاب او الطائرة هترتاح شوية طيب مين بقى الركاب ينزلوا في الفنادق المطارات او اتقوم الطائرة طب لو خرجنا برا المدينة في المناطق الساحلية او المناطق الشاطئية هتلاقي الفندق شكله عامل ازاي عبارة عن اجنحة صغيرة بتلاقي ان هي طبعا دور او دورين بالكتير وبتكون المباني بتكون متفرقة وطبعا مساحة جددا بتكون وقدة مساحة جبيرة لان انت عندك المساحة الأرض بتكون واسعة قدامي فممكن ان انا اتوسع فيها بالطريقة々 انا عيى احبها تمام يبقى أنا طبعا مساحة الفندق وبيأثر في تأمين المنشقة ساحة الفندق وشكل الفندق وموقع الفندق بيأثر في تأمين المنشقة ما يجي في الامتحان صحي وغلط هل موقع الفندق بيأثر في عملية تأمين المنشقة أو طبعا بتأثر في عملية تأمين المنشقة طيب تعالوا ناخد بعد كده هنتكلم عن تأمين المنشقة طب أنا هأمن المنشقة الفندقية ازاي؟ عن طريق الأسوار طيب احنا كنا نتكلم من شوية صغيرين عن الفنادق الموجودة في وسط المدينة والفنادق الموجودة في وسط المدينة ديت بتكون احنا قلنا بتاخد شكل رأسي تمام بتاخد شكل رأسي فما بيكونش فيها أسوار محيطة بالفندق لتأمينه محيطة للفندق بتأمينه خلاص طيب مفيش أسوار يبقى أنا هعمل التأمين هيبدأ من مدخل الفندق لكن عندي في المنشآت السياحية اللي هي بتكون موجودة في الشواطئ الساحلية بتلاقيها محاطة بالأسوار طيب أهم التجزات اللي هي بتكون في الأسوار هنتكلم عليها في الحلقة القادمة إن شاء الله يبقى احنا النهاردة اتكلمنا عن تأثير النشاط الإرهابي أهمية العمل الإرهابي تعريف الأمن وقلنا الأمن بيتطبق إزاي واتكلمنا عن المؤهلات اللي لازم تتوفر في عنصر الأمن وهي المؤهلات الشخصية والمؤهلات الاتصالية والمؤهلات الإدارية والوظيفية والوظيفية اتكلمنا ان احنا لازم يكون فيه علاقة طردية ما بين مساحة الفندق ومساحة وحجم العمالة اللي موجودة في الامن وكل ما مساحة الفندق بتزيد كل ما حجم العمالة في الامن عندي في الفندق بايه بتزيد في الحلقة القادمة ان شاء الله هنتكلم ازئية اهم التجهيزات اللي موجودة في الاسوار وفي الابواب وفي المداخل لتأمين المنشأة السياحية والفندقية مع اطيب تمنياتي لكل الطلبة والطالبات بالنجاح والتوفيق والى اللقاء في الحلقة القادمة